السلام عليكم هذه الخيمة من شركة تيتون شركة متخصصة في تصنيع الخيم الخاصة بالهايكينج فخيمهم كلها بتكون صغيرة الحجم مدمجة وسهلة التركيب ولها عدة أنواع في نوع زي كده اللي يجي طبقتين طبقة خارجية للحماية وطبقة ناموسية في الداخل وهذا له عدة مزايا منها أنه ممكن تستخدمها كناموسية فقط يعني لكل الفصول في الصيف ناموسية وفي الأجواء الباردة تضع الغطاء عليها وفي التهوئة لأنه بتمنع تكوير رطوبة في الداخل هذه من الأمور الجيدة حجمها صغير من الصفط وفيها ميزة أنها ذاتية الوقوف يعني إذا أنتم لاحظون ما هي مثبتة على الأرض بدود أو تاد الخيمة تقدر أنها تقف بذاتها بسبب استخدام تقنية المضلة أنها تنفرج زي المضلة زي الأمبريلا والخيمة ممكن تستخدمها على الأرض عادي معها الأطناب الخاصة فيها وممكن تاخدها كست كامل تشتري الحاله اللي هو هذا السرير الخاص بيهم هذا السرير له عدة مقاسات لكن المقاس الكبير هو الأكبر في جميع الشركات الهايكينغ وصنع السررة المتنقلة هذا عرضه متر وطوله مترين ومشاء الله يستحمل أوزان عالية والشركة صممت مناطق ممكن الخيمة أنها تمسك في السرير بسطتها حدود ست نقاط لدمجهم مع بعض طبعا هو الحاله السرير المباع الحال والخيم الحال فإذا أنت حابب تطبق الموضوع هذا ستكون عندك إن شاء الله يعني لي نوم مريحة ستكون بعيدة عن الأرض عن الحشرات لو في رطوبة أو شيء آخر وفي نفس الوقت سيكون بعيدة عن أرض القاسية سيكون مريح من ناحية الظهر لو تكلم أن هناك مشاكل أو عيوب فحيكون عندك أول شيء تحتاج أن تكون أرض مستوية لفرد السرير وطبعا هذا ينطبق حتى على الخيمة لازم يكون أرض مستوية لتطبيقها أنا استخدمت برضو الأرض الصلبة زي الآن وبرضو على أرض رملية الأرض رملية بس بتدخل الأقدام شوية على تحت فلا يتأكد من نصب السرير بالكامل بشكل جيد الهوى إذا مر من تحت السرير بيجعل الظهر بارد فدائما لازم يكون فيه فرشة موجودة في الداخل دافئة تعزل ما بين البرودة وظهر الشخص فدائما أوصي باستخدامها مع وجود فرشة بالإضافة أنه نزلت أمطار بتكون أنت محمي في الداخل لكن السرير القماش هذا ممكن أنه يتبلل فلها كفر لها غطى يمباع بشكل منفصل نفس التصميم لكن طويل بيغطي الأقدام الخاصة بالسرير من المنطقة كاملة وهذا أمر جيد بحيث أنه يحميها بالذات كمان في الخارج عندهم التلوج وزي كده فهذا برضو بيؤدي إلى حماية وبيدفي الخيمة بشكل آخر في الداخل كمان فيه زي الشبكة موجودة في الأعلى هذه الشبكة صغيرة لأنك ممكن تضع أشياء أكل أو جوال أو شي بتضعه فوق وبيكون الوضع مريح في الترتيب الخيمة لها عدة مقاسات هذه مقاس فرد واحد في مقاس فردين السرير برضو ممكن لو أكتر من السرير يعني يطربطوا في بعض بحيث أن يصير عندك منصة كبيرة طبعا بعض الأشخاص بيقول طب هذه يعني ليش يعني هذه حملة وشغلانة مزبوط إذا هي اليوم واحد قد يعني استثقلها البعض ولكن في نهاية تعتمد على أسلوبك في النوم وعلى قدرتك في النوم في المناطق الخارجية ما شاء الله في ناس ممكن ينام بالعراء يعني حط راسه تحت يده وينام بدون أي مشاكل ولو في عليه غطاء أو داخل سليب باك بدون أي خيم وبدون أي شيء ولكن إذا انت مش من هذول الأشخاص فوجود خيمة ووجود سرير زي كده يكون مريح طبعا هذه من خيمة فيها الخيمة قماشة بيكون ساخن في النهار فهذه ممتازة للليل غير الخيمة القطنية اللي احنا نستخدمها أحيانا لكن الخيمة القطنية بتكون ثقيلة وأحيانا بتكون غالية ويعني ولها شغلانة لكن هذه تكون صغيرة خفيفة ممكن تخليف السيارة في شكل دائم ما تشيلها منها وأمورك تمام هذا كان الموضوع عنه إذا فيه أي استفسار وضعوه في الكومنت وإن شاء الله سنجاوب عليه ورحب لايك وشراك في القناة وشكرا لكم